مساء الخير مشاهدين الكرام ومشاهدتي العزيزات مرحبا بكم معنا دائما في برنامج مساء النساء موضوعنا انهار اليوم وموضوع مخصص للنساء الحوامل اليومنا هضروع الأخطاء الشائعة النصائح اللي تكون غالبا مغلوطة ويتدولوها النساء مبينتهم وحتى في قاعات الانتظار يتبادلوا نصائح اللي غالبا ما تشكل خطر على حياتهم ونقدموا العديد أيضا من النصائح والتوجيهات كل هذا مع الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد سيرين بالخوجة أهلا مرحبا وشكرا على قبول دعوة شكرا على الاستضافة الله يسلمك مرحبا بك دائما أول حاجة حبينا نهضرو عليها هي كين واحدة المعلومات اللي لازم المرأة الحامل تكون تعرفهم لكن المعلومات يتلحق كما قلت يتلحق غالطة ولا تكون عندها معلومة من عدة وجهة نظر متعددة على سبيل المثال أن الجنين إذا ما تحركش لمدة معيانة لازم أهناء المرأة الحامل تروح للاستشارة المعلومة هذه مهمة جدا النساء ما يعرفوهاش غالبا كي تكون في الحملة اللي والانتحة ما تعرفش هذه المعلومة نقول لهم كما يتحركش نهار كامل من المستحب في أقرب وقت تروح تكشف على الجنين تحبش تشوفوا لو رأوا في حالة مليحة غالبا أحياني صار هدف في التلت شهر الأواخر على الحمل ولا كي يكون كاين إشكال عند الأم يعني مثلا الضغط دموي مرتفع في هذه الحالات المرأة عندها الضغط الدموي التحام مرتفع بطريقة غير عادية يعني تكون عندها إشكال في الضغط الدموي ولا مرض آخر لي خليه أن الجنين يكون في حالة أنه ما يتلقاش الدم باش يقدر يتحرك أنا نقول لهم ديروا في بالكم باللي الجنين انتعكم مثل الطفل الصغير كما يلعبش كما يتحركش موش مليح الطفل الصغير كي يكون مريض دايما يحكم كوينا وما يتحركش نفس الشي عند المرأة الحامل الجنين هو طفل عنده نفس التصرفات نونك تعس روحها لا شافت باللي نقص في بضعة أيام ولحبس لازم تروح دير استشارة طبيعة إلا نقص ولحبس معتها مشي لحبس وتحركش النهار كامل حتى لو كان نقص وتحركت دياله أنا عندي عندي المرأة الحاملنا منها مم ما تعرفش كي يكون إشكال تحسو على بلها باللي الطفل تحها مثلا كي تكون مقابلة التلفاز ولا تكون دير شغل تحها وبعض الأحيان ما في الليل ينوضها تقولك ما وش يتحرك كما كان تحس ولا شاف تروحها ما تحركش على الأقل تلت خطرات في النهار كاين مشكل ولا نقص في التحرك هو يعني في الشهر الأخير ينقص بطريقة طبيعية علاش ما عندوش بزاف وسعف في البطن تعلق الأم بر في الحجم وينقص شوية الماء لذلك روحكم لابوزيسيون تاعه للأخرة تعقبل زيادة ما شح يتحرك بزاف ما شح قبلها كاين وسع كاين الماء لازم يتحرك ما عندها تبدأ تتحير قلنا في الثلاثة أشهر الأخيرة لا لا يمكن هي المرأة الحاملة ومعلومة اللي لازم المرأة تعرفها دايما تسقسيني وقتاش نحسو يتحرك أنا ما نحسوش ما تحسيهش حتى نقوله الشهر الرابع أربعة ومص المرأة اللي الحملة تحها الأول ولا الثاني أما في المرأة اللي عندها من أكسبيغيونس يعني تجربة الحملة الثالثة والرابع تحها تقدر تبدأ تحسوه في تلت شهر ونصف قبل من هاد الوقت تقول كان حسيته يتحرك وكامل هاد حالة غير ممكنة على خطرش الجنين صغير بزاف ما مكي يضرب هو يتحرك بس حملة تقدرش تحسوه مكي يضرب مش هتحسلو في البطن هل يتورا كاين بزاف اللي احنا يعني مش مختصين نسمعوا أنه الحبل السري يدور على على رقبة الجنين هل ممكن أنه هاد الحاجة تكون أيضا هاد يوقع لا كي تكون قريبة فترة كي تكون قريبة اللي خوفنا سيلونو يعني الارتباط يعني هو يكون يلعب يدور ويدر عقدة هاد الحالة اللي تشكل خطر أما العنق السيخ كولاغ يعني كيدور على العنق مايش حالة اللي خاطرة على الجنين اللي على خطرش الدم ما زالوا يجوز ماش رح يخنقو هادك في حالة زيادة اللي نعسو نقول إنسا ماشي معنتها في البطن الأمرا ودير ونسيخ كولاغ يعني الحبل السري دير عليه إنها حالة قيصارية سي با فوخسي مونكرا ودير ونسيخ كولاغ لحال سيزاغيان نان كي تكون كي تكون في الماخاد نتحى يعني في الكونتخاكسون كامل اللي تملي نعرفه لو يتحمل أو ما يتحملش هو متعلق بطول الحبل السري ولكن قصير أوزيد داير على الطفل ما شرح يحبط ولكن مع اللي كونتخاكسون مع الماخاد الطفل يحبط ويجبد على الحبل السري نتاعو راح يفا سوفخي صح تنقصنا بطاة في هاد الحالة نعرفه باللي البي بي راهو في حالة نسو فخانس يعني راهو يعاني لتملي نديرو القيصرية لكن في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان نديروش قيصرية على جال هاد المشكل نروح من النقطة هذي اللي هي مهمة بساف النقطة التانية هي النوم النوم يصعب النوم يصعب النوم أنا كنت عندي صديقة لي كانت بالحم العاملي فات وكان المشكلها الأساسي في الحياة أنه معلبة ليش كيفاش نرقد معلبة ليش كيفاش نلقى راحتي باش باش نرقد فاتخيلي جوزت شهرين الأخرين لها تلت شهور للأخرين وهي هادك على وش تهضر ما عرفت كيفاش نرقد مشكل هادا اللي أيضا ما نهضروش ما نهضروش ما ما عندناش معلومات كفاية عليه المرة رح تسب الوضعية انت حالي تنم فيها الوضعية اللي تريحها رح تريح الجنين تحها حنا نقوله في التلت شهر للأخرين من المستحب ترقد على الجهة اليسرى بسح تتخيلي انك تقدري طول الليل تقعد في نفس الوضعية هذا غير ممكن حنا نخيروه باش هكذا يكون عندوها غتوخ يعني الدم يعود يرجع له بسح الدم رح يلحق للجنين بطريقة أو بأخرى يعني الحالة اللي تحس رحها مليحة وتقدر ترقد فيها على خطرش الحجم تاع الجنين مع حجم الراحم رح يضغط على الحاجز يضغط على الرئتين ويضغط على المعدة يعني بطريقة وبأخرى رح تجد صعوبات باش تنام الوضعية اللي تساعدها هي الوضعية اللي تقدر ترقد فيها ترقد فيها مرش رح تضر الجنين تحها بطبيعة لحال مرش رح ترقد على كرشها ما تقدرش هاي اللي يقوله بليكين خطورة كي ترقد على ظهرها ما كاش خطورة نو هذي ما هي بطريقة سهلة جدا كيكون مشكل عند الأم يعني ما تقدرش يكون خطر كين الكابوس لكوشماغ رح ينفطنوها تخليها انها تدور من جهة ولا من جهة أخرى ما حيس روالو واش نقوله للنساء في الثلاثي الأخير كي ما تقدرش ترقدو عملو وسادات باش تقدروا تنفسو وكلو ويسادات سيرين خده ترقد على المخده ترقد تحط دهارها على المخده باش تقدر تنفس بطريقة أسهل باش ما يكونش عندها لغفلو يعني ما عاوش يقولي الحامض على المعدة في الغيئتين ويخليها تسعل ومن المستحب ما تتعشاش الثمانية تسعة العشرة تعليل كي ما كان يقولوا لي على بالك طبيبانا نسنا راجلي يدخل باش نتعش لا لا يا بنتي نون ما نسناوش الزوج لازم ناكلو المرأة الحاملة عندها خصوصيات انتحة الله غالب كي يجي راجلك ونسيح كي معاك سري معاه ما ما تقدرش تاكله على العشرة تعليل تخيلي ان انسا ما ياكلوش قاع النهار حتى يجي الزوج والزوج بون كان خدام قاع النهار ممكن بلاكي ياكل حاجة تقيلة وكمل هي ما تقدرش وكلهم من المستحب تديرو ديكولاسيون صغار يعني تاكلو بكمية قليلة بصحة متعددة ولا تاكلو بطريقة مهمة يعني صحن كبير وثقيل بعدك يتروحو ترقدو لهذا مشا هيكون ما يندرش والثقل هذاك هيخليها تزيد الحجم ديجاره كبير وزيد المعدة معمرة ما تقدرش تروح فعندها من بين الاسباب اللي ممكن انه تكون فيها صعوبة النوم صعوبة كيفاش تلقى روحها فالنوم ممكن انه ايضا انها تاكل بتوقيت متأخر متأخر بعض الأحيان متأخر جدا وحاجة تقيلة على خطرش نهار ما تطيبش ما تاكلش سنة زوجة تحابش تقعد معاه في الطاولة في الطاولة هذي حاجة طبيعية لكن من المستحب تقدر تونسو ما تقدرش تاكل معاه وجبة غنية وثقيلة على عشرة ولا على تسعة تعليل احنا نقوله ما تفوتش سبعة تعليل العشية نروحو لداء السكري اللي ممكن انه يصيب ديساء الحوامل اثناء فترة الحمل ومن بعدها كاين اللي تشفى ولا ممكن اللي يقعد لها طالة حياتها هي ولا يقعد لها طالة حياتها معندها ان هاد المريضة عندها سكون أبيل مدخي ديسبوزيشون يعني في طبعتها كندر راح ديران ديابات عندها الحمل هو اللي عجل كشفو ولا عجلو ولا عجل الظهور دياله أنا اللي اللي الحاجة نسب فيها صعوبات مع النساء انها احنا في الول كنكتشفو كنكتشفو السكري عند المرأة الحامل نقولولها شوف يا سيدا نبدأ وفيكا غيجيم يعني الغيجيم مش معنى ونعاود ونقول مش معنى تحبسي الماكلة الغيجيم يعني تعرفي واشتاكلي يعني الخبز السكسو طعام لعجين يعني المعارك وما شابه المحاجب داكو هادو قع ما يتماشوش مع السكري الفاكية بزاف على خطر شكاين اللي تقولك الفاكية مليحة فيها الفيتامين صحة فيها الفيتامين بصحة فيها تانيك الفريكتوز سكر ونا عندنا كامل باللي الفاكية قد ما نقدرون ناكله منها ما نشح تقدرنا خطأ نو عندنا كلش بالقانون هادي هادي لازم هادي لازم الناس قع كي تاكل تاكل بالقانون كي تتعلم تاكل بالقانون تعيش مليح كي يكون إفراط سان فابا يعني هادي حاجة ما شح تخدمها المهم اللي حبيت نقوله أنه في بعض الأحيان سمانة اللولة نعملو عن غيجيم نعملو غيجيم كين فيقو غيجيم اللي تمدو طبيبة لازم نتبعوه غيجيم اللي تمدو طبيبة نتبعوه لغيجيم ونطلبوه من المرأة تقيس السكر حبيت نقول لكم باللي السكر اللي بخوميا غيجيم اللي نعملوها كينكتشفوا أن المرأة حامل لازم تكون أقل من 092 ما راهيش نفس اللي ممنغ كإنسانة والإنسان غير حامل غير حاملة يعني هي 092 كان في بعض الأحيان نحاوسو نكشفو عليه كينعرفو مثلا أن هاد المرأة دارت ديجان ديابات جستاسيونية يعني دارت السكري في الحمل اللي فات ولا جابت بيبي فات ربعة كيلو ولا كان عنده إفراط في الماء في البطن انتحها هادو قاع الحالات ولا الأم عندها انديابات ولا الأخت ولا هادو قاع الحالات اللي راح نحاوسو عليهم على السكري دوك حنا ولصبنا داء السكري عند الأم ما رايش حاجة خطيرة وقراف وكاملو وش نعملو حنا اللي همنا اننا نعطو دم نقي لبيبي يعني فيه كمية سكر عادية معتديلة هذا هو عليها نعملو غيجيم باش هكا يتعدل السكر تاع الدم يتنقى يجي نقي عند الجانين ما فيش سكر زيادة نعيي ولو البنكرياس نتاعو ديجا البنكرياس نتاعو صغير والحاجة الثانية ان في بعض الأحيان نضطر نحطو لانسولين والمشكل قارو في لانسولين كي تقول لانسولين تبدأ تبكي وانا يوم ندرش لانسولين خطيرة راح ندر لانسولين معندها راح تلسق فيها وتشت فيها من فضلكم يانسا لانسولين هي النعمة لخلات الناس تعيش بالسكر هي أداة في هاد الحمل وش راح ندره لانسولين راح تساعدنا لكن لو غيجي ما ساعدني لانسولين راح تخليني نعدل السكر ونخلي البيبي تاعي يعيش وينمو في بطن الأم كيشغل الأم مع النهاش السكري داة كان دوك هادلو غيجيم جامع الحمل السكري هادلو ديابة جامع الحمل غير تزيد نحبسو لانسولين والسكر تحايعتها دل في طبيعة الحال راح نرقبوها تلت شهر الولى نشوفوه لعد عاود تعدل عاود تعدل ما عندها راح جاغر مع الحمل وراح مع الحمل ما تعدلش هادك الوقت نشوفوه طبيب اختصاص آخر نفهم من كلامك دكتورة سيرين أنه المرأة هي اللي ممكن أنها تساهم بشكل كبير أنه يجي هادل السكري أثناء الحمل كل هذا بسبب وش تاكل لا لا ماشي تساهم ماشي الأم عمرها ما تكون سبب بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة في الداء اللي يكون عندها يفو دي كولبابيليز للمامون هاخترش أي حاجة تصار لها تقول لا لا بس كنشوفوه بلي المرأة الحميل سمحيني أنها تاكل سعف الحمل ممكن أنها تاكل حاجات اللي ما لازمش تاكلهم اللي ممكن أنهم يضروا صحتها وصحت الجانين من هذا الجانب سقصيتك لديابيت جيستاشونال إبخالي هذا يعني أنها في الجنة تستطيع تدير سكري في الحمل صح كي تكون جايبا روحها ولا فيتا 35 سنة ولا عندها بلوس دو شانس اللي ديفلوب بسك اللي كور انتح عيان ولا على خطر هي عندها إفراط في الوزن فهذا الحالة صح صح بطريقة بأخرى المشكلة روحنا ما شرح ما شرحين جرمو الأم وش رحين نقول لها نقدر نسبو حلول نستعمل الحلول اللي عندنا ونخلو الجنين تعنا ينمو براحتو وتقدر تزيد براحتها بطريقة عادية شكرا ممكن أنها تنقلو للجنين ينقل للجنين ولا لا لا ما ينقلش للجنين لكن رح يخلي هاد لبابي لو كان الأم ما تاخدش احتياطات انتحها تقدر تخليه يكبر كي يكبر شوية يلحق لها دولي سانسولة يقدر يفاديبلو بلو ماما ديابات يعني سكري ولا يكون عندو إفراط في الوزن يكون عندو إفراط دايور لبابي اللي يزادو نعدلو توجو سكر نتحوم نقصوه بسكو نسيبوه نعقص نسيبوه من إبوغليسيمي نعصوه لكالسيمي يعني كمية الكالسيوم في الدم نعصوه لكان ما يتخبط نعصوه لبابي تعلاماما دياباتي أول حاجة اللي نديروها نعطيولو ببرون دولي ولا دوسكر حليب ولا السكر بش مايسرالوش هدوك الاترابات للكونفلوسيون اللي 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 عندها علاقة بلو ديابات جيستاشنال تاع الام يعني سكري تاع الحمل من السكر نروحه للملح وشنوه وشنوه علاقة الملح ولا ليتاكل بزاف الملح وعلاقتها بزيادة الوزن غالبا ما تقول لك أنا طبيبة قاتلي لازم تلقصي من الملح وما قدرتش نقص من الملح واني ناكل ووزت في الوزن وشنوه العلاقة بينتهم الملح يجيب النفخ لدم النفخ بسحبيت يفو نوضح حاجة الملح مش يمليح الإفراط هذي حاجة طبيعية حاجة نعرفوها مفرغ منها وش نقول للمرأة اللي عندها البروبلم تعالى التنسيون التنسيون الضغط نقولها إذا كان الضغط جاي من الحمل يعني اللي راح يحكم المرأة ماربع وشين أسبوع للفوق ما لازمش تنقصي الملح يعني ما ديريش غيجيم سانسيل كي ما العجوزة اللي عندك في الدار وديرا غيجيم إبوسو دي بس كورا يتشرب دوا لا لا لازم الكمية المستهلكة تع الملح تكون معتديلة ما لازمش إفراط ما تفوتش لتقرامات في النهار يعني حادرو كي طيبو وش ديرو في المرميطة وحادرو هذيك لعصال يعني الملحية اللي تحطوها فوق طابلة من المستحب هذيك قاع تروح من الطابلة تع الطعام ما لازمش اللي درتو في الماكلة يكفي ما باش تنحي الملح باتاتن هذي حاجة ما لازمش تديرها ممنوعة عليها لازم تستهلك الكمية الملتزمة تع الملح شوفي يا ماليا طريقة الأكل التعنا الطبيعية تع جداتنا كانت مليحة وش كانوا يأكلوا الخضرة الإنسان يأكل الخضرة ما يفرجش في الحم الحم سيزوش خطرات في الأسبوع يا الحم يا جاج يا حوت كي يقدر الحوت الحاجة المهمة والأهم عند المرأة سيسردين في هاليزو ميغا 3 غني جدا ويساعد في تشكل الجنين تعنا دوك لو كان تبدلت الطبيعة تعنا الحواجي اللي كنا ناكلهم في المواسم تيختوخة والرشتة والكوسكوس ولا حاجة سي دفنو ينبلا اللي يدخل في الأسبوع وش حدري اليوم حندير رشتة حندير تيختوخة أخو نو اللي ينتكل الجوازات صحيين دوك عد إفراط في الخبز أكلا ولا غير صحي غير صحي نونك ما نقدرش نقول للمرأة مرأة كيتاكلي بزاف الملح سيبو خصاص أنتي نونك ندب عليها ولها عسي وشا كيتاكلي هي صعيبة أنك أنهم المرأة الحاملة صعيبة أنها تحافظ على الوزن المطلوب منها ولا صعيب أنها تاكل فقط الكمية اللي مطلوب منها عبيشة فهمتي سؤالي شوفي ماليا على حساب الوزن تاع الأم اليمسي على حساب الوزن تاحا نسمحولها عدد من الكيلوغرامات في التسعة شهر قد ما تكون جايبة رحا قد ما نشع نسمحوا معاها رح نقول لها عسي هي بين خمسة و تسعة كيلو وموين ما تفوت شتناشن كيلو في تسعة شهر من المستحب فوق إما كان أدام اللي رحو ناجع عن الهيبيرتنسيون يا المرأة رحي تاكل بطريقة غير عادية تفرض في الماكلة ولا بطريقة غير صحية دوك لازم تعرف كيفاش تاكل وانا جو كونسا ينصح المرأة كي ما بدأت تتعلم تاكل في الحمل بس كي مليح للجنين تاها تكمل تاكل قحيتها بس كي مليح لها تلي مليح لصحتها خصوصا أنه على بنا اللي المرأة كي تكون بالحمل تفقد بزاف من الكالسيوم من الحاجات المفيدة في الجسم التحت منهم الطفل تحكيين اللي كيين يطيحوا لهم سنانهم النتاح مشارطين كيين بزاف اللي يطيحوا لهم سنانهم كيين عندهم مشكلة تساقط الشعر فلازم معليها أنها تحافظ على صحتها تعود نولي السنان عندي بزاف نسا يجي ويقولوا لي عندي سناني وما عرفش كيفاش ندير لازم داوي سنانك هذيك الحكايات على الانستيزي اللي ما تقدرش تديري في الانستيزي وكامل وفي الحمل نكش منها كيين دي زانستيزي يستعملوهم دوكال أطيباء اللي يتماشوا مع الحمل يعني تقدر تداوي سنانها لو كالسيوم حنا نتبعو عند هذي كيور دوكالسيوم عند هذي كيور على فيتامين دي نعسوهم في قدر المستطاع الشعر اللي يتساقط كثرتها من الانيميا ممكن كيين بزاف لي عنيو من الانيميا قبل الحمل والحمل هو اللي يزيد يبين يبين خطورة المشكلة اللي رابع عندها ماليا نرمال من قبل المرأة تطيح بالحمل لازم انبيله لازم تشوف ونريرا لازم تبدأ بار اكزامل لسيد فوليك حمض الفوليك قبل قبل من البروجي دوكوسيس لازم على الأقل شهر قبل يبدأت لسيد فوليك تحا من المستحب مش تعطيك هان اكزامبل لازم تعرف ولا معدهاش مشكلة في الغدة الثرقية لازم تعرف ولا معدهاش مشكلة تاع السكري لازم قاعد بتاع الانيميا كيينسا عندهم مشكلة تاع الانيميا بطريقة كونيك يعني عايش معاه ما حوصتش علاش الانيميا ماش جاية إلا من فقرة الدم جاية من عدة مشاكل لازم تعرفش على هاي دارة الأمنيميا من المستحب كين المرأة تلحق بدارت الحمل تاحا عدلت على بالها والراحة كترتها كترتها البخوبلا سبوز مع النساء اللي عندهم سكري عندها لازم تكون معتادي لها ستة باش نقدرو ندرو ان بخوجي دو غوسيس بخوبلا تاع تغويد لازم نتعدلها قبل ما ندرو ان بخوجي دو غوسيس تخترش الغدة الذراقية راح تتسبب في نقص الحمل تاع الجنين تقدر تتسبب في الطريح تقدر تسبب في نقص في يعني التشكل تاع الجهاز العصبي تاع الطفل وهادو قاعد نساء بعد تقول لك ولدي ما يشيتش في المسيد تقيل ممكن المراهة هادية ما حفاقتش بلي كان عندها الغدة الذراقية هادو سيدي بي بي ما يكي يكبروا يلحقوا المسيد تسببهم تقال شوية كي تجي تحوسي تسبب أن الغدة الذراقية تحكت بي ختور به في الحمل هادية الحاجات كامل ما يديرون مش نساء الحوامل أنها تكشف تقوم بفحوصات قبل ما يكون عندها مشروع الحمل والداوي كما قلت انتي لانيمي والنقص في الكالسيوم إلى آخر ما تعرفش حتى كي تجي لعندك تجي في ماليا هادية طبيبات المختصات في الولادة نخدموا مع نساء في أغلب كان نساء يجي وك غير في الحمل ولا إذا كان عندها مشكل يعني انقطعت لهذا ولا عندها نزيف من غير هادية ما تكشفش دوك ما نقدرش نديروس كونابيل لدي بيستاج يعني حالة الكشف سرطان عرق الرحيم تاع الثدي تاع هادية المشاكل تاع الأنيميا هادية لو كانت تداول على الأقل على الأقل خطرة في العام خطرة في العامين تروح تدير تخول مش غير عند الطبيب بتاع النساء هادية لقاء الناس عندك بيلون في العام لازم نديريه مش غير النساء مام الرجال المشكل كيكون صغير نحلوه كيض ضاخم يصعب هادة وش حبيت نقول للناس وعندهم المشكل تاع التخوف لا لا ما نديرش بس كنخاف لغيزولتا يا ودي المشكل روحنا تصيبه دوك خير ملي تصيبه بس كيبان لكيبان يا ما تحوس عليه انتي خير ولا هو يجيك يقول كاني هنا أنا حسوك كيفش تضري بيهم كيم بزاف اللي يجيوا لك حتى يكون المشكل الكبر شكرا لك سيرين نتلقى بعد الفاصل إذا المشاهدين الكرام مشاهدات العزيزة برنامج جمسة النساء مازلون توصل الفاصل قاصير ونرجع لكم عودة لكم مشاهدين الكرام دايما في برنامج مساء النساء مرحبا باليهاد وانتحقوا بنا نرحبوا مرة أخرى بالدكتورة سيرين بالخوجة نكملوا مباشرة في موضوعنا هضرنا على داء السكري نهضروا على الغدة الدراقية اللي غالبا ما هي شائعة بين النساء الحوامل ويعانيوا بزاف منها الغدة الدراقية كي تكون المرأة تبعت عليها أسهل لنا يعني كان كشفتها من قبل الحامل في بعض الأحيان احنا يكن احنا ولينا نطلبوها في البيلون تعالي بخمية خيمة يعني ثلاثي الأول نطلبوها لكن كاين في بعض الحالات تشوفوا في أوروبا ولا ما يطلبوهاش يتكلوا على الأعراض تعالي المرأة يعني في الثلاثي الأول تسبروحها عيانة بزاف تتقية بزاف نقص الوزن تحس سخنة بزاف العرق تحس أن كرشها تمشي بزربة هادو قاح حالات ولا أكون تخيق عندها الإمساك ولا حس تقالت بزاف يعني سمنت بطريقة غير طبيعية تحس العطش بزاف بطريقة يعني تكون قعدة حتى تحس نشفت هادو قاح حالات اللي يقدروا يخلوا المرأة تحس الجلد التحاني شف هادو قاح حالات يخلوا المرأة تشك في الغدى الثراقية وهي هذا شيء مهم جدا على خاطر شكي ما قلت لك في الحصة أنه الغدى الثراقية إما تتسبب في الإجهاد أو في الغطاء يعني النمو المتأخر للجنين أو لا مشاكل التشكل بس كنت تدخل في تشكل الدماغ وال عندها تأثير على تشكل الدماغ للجنين للجنين كان زوج حالات كان الغدى اللي راح تفرط سليب يختيروا يعني تخدم بزاف ولا العكس ولا العكس ومول في الدر في الغدى الثراقية يعني هذه هي لازم المرأة تكشف عليهم باش تعرف على خاطرش احنا كي ما كنا نقوله مشي قاعد نساء اللي رايحين يحوسوه من قبل ولا كان مشكل ولا لا شكرا لكن هذا بخصوص الغدى الضراقية نروحوا للضغط الدموي اللي ممكن أنه يسبب عدة مشاكل في نفس الوقت بالنسبة للمرأة الحامل الضغط الدموي مشكل كبير على خاطرش في بعض الحالات رايح الحالة تنقص الحمد لله على خاطرش أنه نكشفو عليه بطريقة بطريقة يعني مش مبكرة صح هو يقدر يخلف موت الجنين أو موت الأم لك ماشي حاجة اللي نلعبوا بها الأطنسيون لازم للمرأة تعسها اللي نطلبها للمرأة أنها تراقب روحها ولا عندها انتفاخ غير طبيعي الأنف بعض الأحيان جيها صحبتها ولا زوجتها يقولها نفك خشان شوية هذه ماشي حاجة طبيعية النفخ هي معروف أنه المرأة الحامل لا لا النفخ لا الرجلي ها ينتفخوا الرجلين ممكن ينتفخوا في الثلاثي الأخير على جال المنك دو غوتوغ يعني البيبي رح يرقد على العرق ويخلي العرق ويخلي الغوتوغ فينو ما يصراش دونك رجلين ينتفخوا وفي الصباح كيتنو باعسكو ريحت وكامل يعاودوا يتفشوا لا تعلحمل نو سيلي الدين نقولهم الخواتم أسكو را ما يجيوكم أسكو را كو تحسوا يديكم ما تقدروش تغلقوهم أسكو تحسوا وجع الرأس وإذن يكون يصفروا عينيكم يضبوا هادو الحالات اللي راحين يخلونا على خطرش لسيرو المختع المرأة يسوفري هاي اللي خلي هادو الأعراض تكون تحس روحها بلين تفخت بطريقة غير عادية وعندها هادو الأعراض لازم تروح تشوف تبيب لازم تقس لاتنشون تحا أنت قلت على غلد الدراقية أنه تأثيرها المباشر على الجنين هو يأخر في النمو دياله ولا حتى في النمو والمخ دياله اللي هي حاجة صعبة بزف ومهمة بزف بالنسبة للإنسان وشنو تأثير الضغط الدموي هو حياة الجنين وحياة الأم حياة الجنين على خطر دياله ما يخليهش ينمو بطريقة عادية هو ما ينمو مليح لما ينقص نعود نقول لحكاية الماء الإفراط يعني كيكون كين بزف للي كي دم نيوتي كلماء فلساك تعلو بيبي ولا ما يكون بزف ما عنده حتى علاقة الماء اللي جاي في الكيس البيضي جاي من الغشاء ولا من تبول الجنين وهذه مرتبطة بالضغط الدموي ولا بالسكر ولا ما عندها حتى علاقة مع وش تشرب ولا وش ما تشربش هذه الحكاية بزف من الدولة خطأ شائع ما عنده حتى علاقة ولا مثلا ولك شفنا على البكري ممكن يكون تانيك علاقة مع مشكل في تشكل الجنين يعني تشوه إما في الكرياء إما في في هذه الحالات راح يصر ولا في هذه الحالات تانية يصر ولا يكيد بكثرة ولا ناقص باش نقول الكبر باللي هاد النقطة مش متعلقة مع شربة الماء ولا مش شرب الماء بزف ما عندها حتى علاقة هذا خطأ شائع فنسمعه بزف عند نسام ما عنده حتى علاقة نعاود نقول سألتني لا لا فيكو هضرنا على العلمة وشنو هي الكمية المطلوبة غالبا ما يكونوا زايدين ولا يكونوا ناقصين تفضلي زوج لترات علمة بين واحد ونصف انيوغ في الشتاء إلى زوج لترات في الصيف شكرا نختهم على الغداء الدرقية وقلنا الدغط الدموي لو كانتوا على الغداء الدرقية والضغط الدبوي عندنا في الجزائر كان يمزف مصابين به بنسبة كبيرة راكي تهدريلي على الغداء الدموي اللي راح يطلع في الحمل في الثلاثي الأخير ولا المرأة اللي جي ديجا عندها المشكلة تعلها تنسون في زوج المرأة اللي جي عندها بروبلم دو تنسون عن جنرال المرأة اللي حملو فوق 40 سنة سيبي ممكن ديجا عندها بروبلم ديبير تنسون يعني الحمل حيكشف عليها برك لا تنسون السيش هاديك يعني الهيبير تنسون وحدها ما راهيش خطيرة بنفس خطورة لابخي كلامبسي اللي راه يجيب البروتيينات اللي راح الكليات ما تشدهمش ترميهم يعني يكون كاين بروتيينات في البول تاع المريضة هادي حالة خطيرة لنقول لك لازم تتبع عليها لازم تتبع عليها بطريقة بطريقة مشددة ما لازمش تفرط فيها على خطرش تقدر قلت لك يقدر يروح لها الجنين يسرى لوان غوطاق دي كواسان سنولي غومنيوس يعني الماتاع وينقص العروق مش حين يوصلوا الدم للمخ والأعضاء دوك ما يكبرش ويقدر يموت وهي افاك لي كومبليكاسي يعني ياخوة صغر يتقلع ويقدر تخبطت هدوك الكلامبسية تقدر هي تانيك يقدر يسرى وفاة الأم على جلعة المشكلة على بخي كلامبسية نروح للنقطة واحدة وخلي هي مهمة عندنا في تسعة شهور كل تلت شهور كل موسم عنده الأهمية دياله عنده الخطورة دياله على واش لازم ترد بالها المرأة الحامل لو كان نهضره على تلت شهور اللولين أو لا قلوه أربع شهور دايما المرأة الحامل نقولها بل ما نازم مش تقولي حتى تفلقي تلت شهور على خاطر هذيك علاقة مع المعنى تشدو ولا ما تشدوش بضبط انه ممكن انها بعد ربع شهور ممكن انها تقول لكن قبل قبل ربع شهور هناك نسبة لا نقولو شهرين ونص دو السوما وشن هو السبب اللي يخلي المرأة في الموسم المرأة الحامل في الموسم الأول ممكن انها تفقد الجنين تحق كيفاش نقولك بنسبة كبيرة كاين بزاف مولد الخالة هذيك ممكن تكون سبب ممكن انه البيضة ما تكون ش مليحة ولا الحالونات المنوية ما يكونوا ش مليح هذا مشكل ثاني مشكل ثالث بارغ اكزامبل مشكل تاع تاع الغداد الدراقية هدرنا عليه قبيلة يقدر يكون مشكل تاع السكر يقدر يكون مشكل تاع لاجش افانسي تاع الأم يعني رهي في سن متأخر متأخر زوج تاني يقدر يكون في سن متأخر الزوج اللي في سن متأخر هده عمرنا ما نحضر على الزوج نحضر وليم عن الزوج الزوج اللي راه في السن المتأخر الزوج المدمن الزوج اللي يتكيف بزاف نقول لك ماليا كين ديروا دي التست فق 45 سنة للزوج المدمن ولا يتكيف نصيب على بالك احنا الناس كون أبالو التست فق ماليا كالأم هكا تفقد ولا ما تقدرش تحمل المرأة نديروا سكو نتاع ومفتت صيبية رضية الزوج الزوج كيف هوا رح يضني ديفون كلها مادام هادو الحيونات المنوية ما بالو كالخلايا نتاع والاخرين فريمان سن بوزن يعني باش ننبه الناس انه تدخين وراوش شائع بالبزاف يا ناس خمو شوية كيم بزاف كيم لو كان نقول لي وعشر الصين للور احنا عندنا هنا في لزاي كان نعيب انه الراجل يروح يكشف ويشوف اذا الخلل بالنوم ما زال ما زال روح يشوفي انتي ومبعد انا لا احنا نقوله يشوف هو ومبعد هي على خطرش هو ما عنده ولا عنده التعيارات الصغيرة هكا هذا ما كان نتحمل مسؤولية كلامك نتحمل مسؤولية ما وش ما قلتي انا ولا قولي انا هذا سي لدومين سيونتيفيك اللي يقول انه ونقولهم تحبوا تكرر تقولي لا لا يقولي انتي روح يشوفيهم بعدنا نقول هيا مادام الفيلو يمشي بزوجر ود صحية ما عندهاش الخيار الهو ما حبش يجي ما يشح تقدر تقوله روح ما نقدرش نخدم ما راني نقول لك الفيلو التراجة تمشي بزوجر ود ما نقدرش نديرو بواحد ها نكشفت عليها ما عندها والو وش نديرو ما ش المعنى هو عنده ما لازم نعرف بسكو كان سيكون أبال لزان فرتيليتي ايديوباتيك يعني ما كاش مشكل ممكن كان حالات وين لكو باللويمام ما ينجبش وكان حالات اللي ما زال ما لحقناش نفكوهم ما زال ما عرفتش لا سيانس تفسرهم بصح باش نعرف ولا رأي في هداك الكا ولا في الكا لازم يجو لازم بنزوج لازم دفو على بالك والله يا ماليا سين بتتنفكشون يشرب لزانتيبيوتيك تفرأ هي حاجة جديدة تعل بين أسباب التأخر في الإنجاب ولا أنه ما يشدلهاش الجنين حاجة جديدة أنه السبب من الأسباب هو الإدمان نقدر نقوله ولا بكثرة عشرة خمستاش سنة الأخيرة بكثرة آه زادت ولا الإدمان كما دخل شي أنا يعني لاحظت لاحظت في اللي بديت ندير المهنة نتاعي هاد الخمسة سنين الأخرين قدروا قلوا بلي عندك عندك خبرات عشرين سنة فالخمسة سنين الأخيرة هي لي ما بزاف سوخته صغار الشباب بتاعنا والآخر حاجة توجع حاجة توجع بس كل مرة دفوه ما يصرح دفوه تصيب تصيب تحوز تعرف هو ما يقولهاش يا ما تقولهش على بالك ساكخي ضغط في الكوبل هو على باله بلي ما يش حاجة مليحة ما يقدرش يقولها وهي على بالها بلي رويو دمن ستدون دي سيتيواش هي نقدر قلو بلي مشاكل داخل على المجتمع الجزائري فمن المشتاحل أنه ما حين يقدروا يعرفوا يتعاملوا مع هات المشكلة يتقعد السنة تحب أطفال وهو بلك على باله بلك مع لبلوش بلك حتى راهو في في الغير عندي دي كهكدا تعطى لا قصرة وعلى جل هاتش بسكت سنة لمرة ستسنين سبعة سنين وعلى بالها بلي المشكل إنجاب مشكلة على الزوج ولا على الزوجة لا يمكن أن نقول لهم ستجو نفقد كوبل ما لازمش ترمو المشكلة على المرأة ولا على الزوج هذه لازم تنحيو هذه العقلية من المجتمع الجزائري هي لما يجيبش دراري ولا هو لما يجيبش دراري هذه لازم تتحى ولازم تنحى ما يدخلوش في نفس الوقت نشوفوا بلي كاين أهل الزوج ولا أهل الزوجة قلبك ومعمر على هذه النقطة سيرين أهل الزوج ولا أهل الزوجة اللي يشكلوا ضغط على لجونك وبلا لغك هي في الصراحة هي تعنيهم هما تعنيهم حياتهم دايما نذكر أنه كين كين بزاف نسا نقطة حساسة بزاف لنسا اللي ما يقدروش اللي ما عندهم مشكلة مشكلة في الإنجاب ولا ترفض ويطيح لها فتلقيها تتفادى أنها تروح للعائلة تتفادى جمع العائلة جانازة كانت ولا عرس وعليش اللي خاطرش يسقسيوني وما نحبش كي يسقسيوني لا تقدرش تتفادى هم سكينا ولا ما تقدر تتفادى هم يلاحقوا حتى حالات تاع ديبرسيون كامل كان حاجة لازم نحضر عليها مهمة جدا بسكين سما يعرفوهاش سي المالة ديابوغتيف يعني المرأة اللي رح تطلح تطلح ما تشتش الجانين بسكين ما تعقلوش لازم هادي حالة بسيطة جدا كينكشفو عليها الفام اللي عندهم اللي لوبوس الفام هدوغا ما يقدروش يشدو لبايبي كين الدواء كين دوك ولينا نعرفو نكشفو عليهم الحالة الاخيرة اللي عندي مرة دارت 3 غوسيس هادي حالة اللي عشتها ما عنديش بزيف 3 برميار غوسيس ما عرفوش وشنو جات عندي كي درنا التعيارات مالوغوز من كانت بالحمل ستلكات خيام ثبتهم جد مرتفعة صعب نعاود نقول لازم تكشف قبل صعب انك تعدلي هاد المشاكل تعلو سيندرومانتي كورانتي فوسفوليبيد والمرأة حامل دونك الحمل الرابع حاولنا بقدر المستطاع انا والطبيب الداخلي تحا ان نخلو لبايبي هادا يشد مالوغوز من فان دو سمان بدأ يصرالوا تأخر في لكن كانت عارفة لس لازم سنكيام غوسيس انا بخي يعطن يعني قدرنا نسجمو نمجدو الفراش مليح مليح سجمنا واننا اوتوريزي يعني سمحنا لها تدير الحملتها سبعة وعشرين أسبوع دخلناها المستشفى بسكو سبعة وعشرين أسبوع كيشتها قلت لها ما بقاش بزاف قدامنا وقتا وبدأ يصفر اللي بيبي لكي بتاعة بغني جتوني علي غمارسي تاعة النساء والتوليد وطب تاعة النوفو ني تاعة نيوناتولوجي دارو خدمة ما شاء الله جبدوها 26 سمان يعني عسوها كم لو عسوها بطريقة يعني تسع وشين أسبوع يزون سورتي اللي بيبي إما تنو سينبال بتيت في قعدة تنكوف وقعد الشهر نصول بصح متنو الأم هادي خمس خطرات وجابت ساة بتيت هنا الحمد لله باش نقولوا باللي أن هاد المشكل اللي الناس ما يعرفوش عنده حل شوفوا برك الطبيب نتاعكم هنا نقدروا مدوا أمل أنه إذا حاولنا أننا نتحكموا بالأمر ولا نتحكموا بصحتنا ولا نكشفوا نروحوا عند الطبيب المختص ممكن دايما أنه يكون يكون حلول ولا ربما وعليش لا لا سيدة سيدين نروحوا كملنا معه 4 شهور الأولين والخطورة نتحهم وشنو هما الأسباب اللي ممكن أنه تخلي المرأة الحاملة تفقد الجانين نتحها نروحوا ل الموسم الثاني وشنو هو الثاني سي لفاقانس يعني لكور المرأة يوال في الهرمونات ما زال ما يسمونه بزافو تقيلة دونك سافا راه تقدر تدير وش تقدر لكن الخطورة تاعو سي لزينفكشون نسا لازم يحضروا هادي قعلا غوسس بس نحضروا على لزينفكشون نحضروا على المناص داكو ونحضروا على المخفو المخفو يعني الإيكوغرافيا اللي راح نديروها بين 22 24 أسبوع باش نكشفو على تشوهات الجنين هادي هي خصوصيات الشهر الثلاثي الثاني لكن الثلاثي اللي تحس فيها الأم رح أحسن من الأول وإن كان عندها الهرمونات تطالعة وتسبب في التقيو في العياء في النعاس في انخفاض الوزن ما تاكل شمليح وكي ما تاكل شمليح الجيلية تقول لي ما نش ناكل دوكي مود نو قل عماية الجنين ياكل حتى جمليح ضمت على الأم ياكل سي الأم اللي رح تكون مرهقة بسح من بعد ساباس ونفوة تتكيف مع الهرمونات تاعل حمل لو كوغنتحها رح يتكيف والا الثلاثي الأخير الموصل الثلاثي الأخير جابات باقتنسيون هادي ولما تحادرش على روحها ما تكشفش وما تتبعش ما يقدر يجوز تانيك لو كان تتحكم في الوزن تحها لو كان تاكل بطريقة منتظمة لو كان ما عندهاش أمراض مزمينة هاليقع تقدر تجوزه بطريقة عادية تمشي تمشي ما لازمش الأم تقول تتلقى رحها وما تمشي تشرب الماء بطريقة كافية تاكل بطريقة منتظمة وترقد وما تجهدش رحها هاديك تعج بدليزار وتحكي لها خر سبحان الله في تلت شهور للاخرين تولي يبير لها كل القوة ماشي القوة لا لا لازم الناس يجو يبيركم خطرة صديقانية كانت في تلت شهر للاخرين وقالها في شهر ولا شهرين للاخرين وعيت لها قلت لها ما عيت لها سحقتها قد عيت لها لها مشكل ولا لا وشاكي تديري تهدر معي وتنحي في الخزانة حبت تدي بلاسة لخزانة فتهدر معي وراهي تستغرب تنحي في الخزانة قلت لي بدلها بلاسة لا خطر منها خير وهي خلاص بقالها شهر ولا شهر هادي هي المشكل كبيرة يحبوا يفروفيتها ويحبوا في تقايا في الوقت الاخر يحبوا يستفو ولا يحبوا المشكل أنه قاعنسة يطيحون نسغازكو يخترا في الحمل بسكو علاشيان ديزيكيليبر لبوان هادك تعل للكيليبر تعل الجسم يتبدل يطيحوا وخطروا لازوج ويزيدوا يكبروا لغيسك تعل مشاكل تحوم يبدو في الخزان يبدو الكنابي ينفضوا فرحة نروح فرحة يمكن نروح لآخر نقطة بقى هنا خمس دقائق للأسف الشديد ما زال كاين بزاف نصا لياخدوا نصائح واللي هي أخطاء شائعة أنهم كي يتلاقوا في قاعة الانتظار يتبادلوا يتبادلوا نصائح وغالبا ما تكون غالبا ما تكون خاطئة خاطئة مية بالمية وش تقدري تقول لنا كي تجي عن طبيب ش تسمعي في السالداتونت كي رح تشوفي طبيب السالداتونت منها وعليها مجتمع على بطريقة ستوميكخو ستوميكخو سوسيتي يعني تسمعي عدد أشياء في السالداتونت لازم واحد يكون عنده حاجز يعرف غربال ما يمنش كلش ماشي على خاطر ش قتلي بسكو هي مجربة ممكن الحكاية ما عندها لأساس لا رأس بلك اللي إكزيست مم با ما تعرفيش ناس خصوصين الحكاية اللي يخوفوا النصرالها ولا دارت يا ودي واحد الحكاية يعني نقول لها تقول لي دوك خوفوني في السالداتونت عزيادة وقالوا لي وداروا لها وعملوا لها يعني فيلم إرهاب تاع تاع فيلم رعب فيلم رعب نقول لها مادام دوك راهو في كرشك لازم نخرجوه كيف نديرهم أنا بالشوا يفل صغطي دوك هو ما سمعتي لهم بصح يا لازم يخرج لازم وهادك تاع الفاسيليتي زعمالي لنخرجوه بعض سيزاغيين خير ملتات نو الطريقة الطبيعية أحسن طريقة للزيادة صح دوك لو كاننا نهضروا لهذا النقطة باختصار ما كفيناش الوقت من تناولوها موضوع نشوفوا باللي حاليا توفقيني الرأي شوية أبا ليش تتقلل توفقيني الرأي ولا لا لا لكن الولايات الولايات القيصرية أكثر 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 نان أكثر نان نحن نطور نطور بالك 30% 30% ماشي أكثر impossible ماشي أكثر كان دي باي وقد ما تتقدم يعني يكون دول متقدمة قد ما رح تدير القيصرية أكثر لزيتازوني واقعي لا الولايات المتحدة الأمريكية طالعا نسبة القيصرية دوك احنا لازم تفهمي باللي عندنا القيصرية اللي تكون بروغامة يعني على بنا بلنا هذي مرة مش هتزيد لعدة ديفيران بروغام كاي اللي يصير لها مشكل ولازم تروح للقيصرية لازم ووالا دوك أنا ما نقدرش نعطيك بسكو ما عنديش ما عنديش الاستاتيستيك ما نقدرش نقول لك كان بزيف ولا كان قليل بسكو هاد الشي يا ناس يندارو في المينيستاغ ما ينداروش في جهة اخرى دوك ما تقدرش تقولو إلا وإذا الوزارة اللي اعطت لكم الإحصائيات ما نقدرش نعرفو الصح رهي بطريقة أكثر بسكو كاين مشاكل بسكو المرارة يتزيد بطريقة متأخيرة دوك كاين مشاكل أكثر عند الام دوك ما نتقبلوش انو الجنين اللي بيبي يزاد ومبعد يدير غطار دو يعني ماناش نتقبلو لسوفرانس فتال ماناش ننخرجو لغو بيبي ومبعد يعد لكم معاق هدو قا حالات نقصناهم ومام المختلطة ماتيرنال يعني المرأة اللي تكون تزيد وتموت انقص بطريقة مهمة جدا سي أو سي غاس على سيزاريا من كتبوش شكرا جزيلا على حضورك معنا وشكرا جزيلا على النصائح اللي قدمتهم وأكيد نحن نتلقوا في أعداد أخرى إن شاء الله شكرا دكتورة يعيش شكرا إذن مشاهدين الكرام مشاهدتي العزيزيات كان هذا موضوع خاص بالنساء الحوامل صراحة حبيت أني نتناول هذا الموضوع لأنه نشوفه دايما كي يمزف أخطاء شائعة وكي يمزف نصائح اللي نسيت بدلوها فيما بعضهم وهذا الحاجة غالطة لازم دايما استشارة الطبيب المختص أنا أقول لكم متابعة طيبة مع باقي برامج قناة الفيلة تيفي وبقى والأخير شكرا